تدي معاك ورصد أخبارنا دكتور علي مسلح وزير التموين والتجارة الداخلية أكد بالأمس أنه ما فيش زيادة في أسعار السلع المدعمة على بطاقات التموين وهيتم توفير ما يقرب من 30 سلع على البطاقات بأسعار مدعمة السكر بـ 12.5 وزيلة الطعام بـ 30 جنيه والرز بـ 12.5 بجانب توفير العديد من السلع الأخرى وقال أنه جميع السلع متوفرة بكميات كبيرة ولا زيادة في الأسعار وطمن دكتور علي مسلح وزير التموين المواطنين بتوفير جميع السلع الغذائية والتعاقد على كميات من رؤوس المواشي الحية عشان يتم طرحها بمنافس المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة على مستوى محافظات الجمهورية بأسعار مخفضة إلى جانب توفير مخزون استراتيجي من كافة السلع الأسسية بتكفي احتياجات المواطنين لفترات طويلة